واجه سكان مضغشقر البالغ تعدادهم 13 ملايين نسمة خطرا جسيما يهدد أمنهم الغذائي إثر نفاذ التمويلات اللازمة للحد من الضرر الناجم عن تدمير أسراب الجراد للمحاصيل الزراعية بالبلاد وحذرت ملظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو أن نحو 9 ملايين نسمة من سكان مضغشقر يواجهون تهديدا أكبر نظرا لعملهم في الزراعة لذا فإن هناك مخوف من أن تقضي أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية ومراعي الماشية ما لم يتم مواجهة الأثر المدمر لهذه الحشرات وقال مدير الطوارئ وإعادة التأهيل لدى منظمة الفاو دومينيك بارغين إن خطر أسراب الجراد يتمثل في تراجع موارد دخل المواطنين وعدم قدرتهم على الحصول على الطعام فضلا عن احتمالية استمرار الضرر لفترة طويلة من الوقت خاصة وأن 91% من السكان يعيشون تحت خط الفقر وأفادت الفاو أنها بحاجة إلى أكثر من 10 ملايين دولار لاستكمال برنامج لمكافحة الجراد كانت قد بدأته قبل ثلاث سنوات يتضمن عمليات رش المحاصيل بالمبيدات حتى انتهاء موسم المطر في مايو 2015 الذي يتيح بيئة ملائمة لتكاثر الجراد وتقول الفاو إن هناك خطرا على 40% من المحاصيل الزراعية الجنوبية مدعشقر إثر أزمة الجراد والجفاف والأعصير التي تواجهها البلاد محمد الجبالي رايترز